تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وبرنامج من أربيل بعد قطاع دام نصف سنة تقريبا عدد الأفواج والمجموعات السياحية تتوافد إلى إقليم كردوسان من بغداد وباقي المحافظات العراقية فهل ستشكل بداية لتنشيط حركة السياحة في الإقليم؟ وما هو دور قطاع السياحة لضمان تدفق هذه الوفود خارج المواسم والعطل والمناسبات؟ البداية مع الصياح مرحبا أهلا وسهلا مرحبا من وين جايين؟ والله من المحافظة الديوانية زين شون شفتوا الطريق؟ والله طريق نعمة من الله والسيطرات يعني أكو تساهل نعمة فضيلة وشونها أسعار؟ يعني نفر الواحد شقد يدفع؟ والله هاي الشركة سوى التخفيض أي ما سوى النفر خم سبعين ألف كم يوم يعني يشمل الإقامة كلها والفنادق وكم يوم؟ نعم نعم الإقامة والفنادق مدة أربع تيام أي اليوم الخامس العودة لمحافظتنا الديوانية شون ده شوفها الأسعار مناسبة؟ والله أسعار مناسبة جدا كلش هو أسعار لطيفة يعني أنا طالع من بغداد طالع 100 دولار تقريبا أو 90-95 دولار فجا نطالع لمحافظة الديوانية أسعار مناسبة كلش هلوه أكو عوائل وياكو مختلط شباب شونه؟ نعم نعم الشركة مخرجة باصين باص العوائل وباص للشباب أي عوائل ويانا نعم جاية مرحبا؟ نعم مرحب عيني جيتوا عن طريق القروبات السياحية للإقليم؟ أي نعم على القروبات السياحية جيتوا طولتوا بالطريق؟ والله ما طولنا لأنه عن طريق الموصل ومناك دخلنا صارت أسهل يعني أكو سيطرات يعني وقفوكم؟ لا هي مو سيطرات متشددة يعني من ناحية بس الإقامة يعني أدري جيتوا تأخرتوا هناك؟ يعني كل من بغداد اللي هنا يمكن طبينا ساعة 2 تيلر لدهوك بالبداية أي وأكو خدمات بالسيطرة البديلة يعني مثلا خلقوا احتياجاتكم كذا موجودة؟ احنا ما وقفنا يعني بالسيطرات كلها هواي يعني قبل الروح وأي استراحة هاي الاستراحة هذه يعني مو ألا بالسيطرات وش عجب اختاريتوا هذه الفترة بالذات حتى تجون بيها؟ واحنا جينا يعني بشهر هداكر الـ 12 كانت ثلش كلش وهسي شوي يعني ثلش خف فشوي جان غير جوهمين يعني مو شرط مثلا لأن عطلة أو كذا؟ لا هي هم عطلة ويعني على مدل ثلش راح شوي عهلة طبعا الأجواء كانت باردة شوية برد دخلنا لهذه الكافترية ويانا بعض السياح مرحبا مرحبا أنا وسهلا من وين جايين؟ من بغداد قروبات سياحية الأربيل شون أسعار القروبات شون شفتوا؟ والله أسعار كلش رخيصة والحمد الله يعني فنادق ممتازة والقروبات حلوة وأجواء يعني التسهيلات كلش موجودة كلش حلوة شون شفتوا الطريق يعني خصوصا هستدت تجون على طريق كوية مو عن طريق كاركوك مباشرة؟ والله الطريق هو الصراحة شوية بعيد متعب بس الحمد الله والشكر كلش كم ساعة ظليتوا بالطريق؟ يعني من ست ساعات إلى سبع ساعات شون شفتوا سيطرات البديلة بها خدمات يعني للمواطنين للسياح لدى يجون؟ هي بها خدمات طبعا للسواح بس إحنا نريد بعد تسهيلات أكثر شون اللي واجهتكم يعني أريد تحكيلي السلبيات العوائق بالسيطرات شقد وقفوكم أخروكم لا؟ طبعا هي سيطرات أخرتنا على مودة التدقيق ما أكو أي تأخير إن شاء الله بس شوين أريد بعد تسهيلات أكثر خاصة من سيطرة طق طق ما زلنا مشاهدين في جبل كوركو بهذه الكافيترية طبعا اللي دخلنا لها على مودة البرد ويانا هذه العائلة مرحبا؟ أهلا أنا مرحبا بكم وأنا مسئلة بقناة الحر العراق دا أشوفكم داد الدفون بشاي الحار شون دا أشوفون الأجواء؟ والله الأجواء منتازة وحلوة بس واجهنا صعوبة يعني شلو الصعوبات لواجهتكم؟ يعني من خلال ولو إحنا ضيوف على هالمكان وإحنا ما نعتبر أنفسنا ضيوف لأن هذه جزء من العراق أربيل الناشد حكومة كردستان تخففوا الإجراءات بسيطرة المنفيس تقريبا ثلاث ساعات يعني بس بالسيطرة هذي واحدة؟ نعم بس بالسيطرة هذي ثلاث ساعات إصدار منفيس وفوضع وشي ممرتب يعني والمفروض هاي منطقة سياحية سير بها تسهيلات صح لموزة هذي أول مرة تجون؟ هذي أول مرة احنا نجي وراح تكررون هذي جاية؟ إن شاء الله يعني إحنا نتمنى يعني هاي الفرصة تتكرر أكثر من مرة حتى نغير أجواء ولو لقينا صعوبة هنا مني جينا كأنه عابرين من بلد إلى بلد آخر يعني شوي هاي الصعوبة اللي إحنا لقينا بهذا يعني الطريق شون شفتو طويل سهل؟ طويل يعني شوية بالسيارة تعفين طريق مزعج يعني مو مثل ما تنتقلين بوسيلة يعني شوية أسرع فالسيارة شوية تعبتنا بس مع ذلك يعني رتاحيني يوم ثاني يوم عوضنا هذا إن شاء الله وفي أحد المولات في أربيل التقينا بالسياح الوافدين ومعنا أحدهم مرحبا؟ هلا أنا هيا من وين جايين؟ من الموصر جايين غروبات ولا بسياراتكم الشخصية؟ هلا غروبات وشون شفتو الطريق يعني كان سهل؟ توقفتو بالسيطرات هواية؟ والله إحنا يعني صادفتنا مشكلة نسينا الهويات مالتي ومالتشنتي يعني فبعدين مشت الأمور يعني بس هو الأشياء حلوة اللي إحنا صادفنا مطر مطر ما خلانا نتورنسب شيء يعني ضباب يعني شوفين من جامع ما تشوفين كل ضباب تنزلين تتنقعين بالمطر فهذا اللي يضوجني يعني سبحان الله رهمة هالشكل إن شاء الله إن شاء الله تتونسون وحضرتك يعني شون شفت الوضع هنانا بالإقليم؟ نحن الوضع كل جيد هنا بالإقليم وضعيتهم جينا والحمد لله أمان واستقرار موجود أكو ناس يجون على المناظر أكو ناس يجون على المولات أنت من يا طرف؟ لا أنا على المناظر أنا أدور المناظر يعني شبعنا منها كافي وهذه أول مرة تجون؟ لا رايحين جاين نحن من الموصل هي كل ستين كيلة عن الموصل مرحبا ألف هر بيك جيتوا عن طريق القروبات لو بسياراتكم بشخص نعم عن طريق القروبات من الموصل الموصل جاين طيب شون شفتوا الطريق؟ والله الطريق يعني جميل الطريق يعني كان سهل ما كان عندكم أي تأخيرات بالسيطرات مثلا؟ لا لا ماكو يعني هي إجراءات أمنية بكل مناطق يعني إلا أكو إجراءات أمنية بس يعني شوي أهم ازدحامات لهذا عن طريق الإقامة فنطلبهم شوي يخففهم من المواطنة جايدة والناس وتعرفين إلا يقضيها يعني مثلا يقفلوا ساعتين بالإقامة هاي انتهى النهار وهاي أول مرة تجي عن طريق القروبات؟ لا لا أنا على طول أجي يعني قبل أسبوع وقبلهم إجيت هم عن طريق القروبات مرحبا مرحبا عين يا حسنا من وين جاي حضرتك؟ من الموصل أكيد عن طريق القروبات السياحية أي نعم يعني أريح وأسهل لك ولا تكلف أقل؟ والله تكلف أقل وهم يعني وسيلة للنقل أي واحدة ما عنده وسيلة نقل فيجي بقروب أكو ناس تجي تريد تشوف المناظر الجبال المناظر الطبيعية؟ أكو ناس تجي على أجواء المدن والموالات؟ أنت من يا فئة؟ والله على الثنين يعني إحنا طلعنا البارحة على بيخال أي فاليوم لا طلعنا جينا هنا يعني مدن فعال اثنين إن شاء الله ما زلنا مشاهدين مستمرين بلقاءاتنا مع السياح القادمين إلى أقليم كردستان وديقضون العطلة الربيعية مرحبا؟ أهلا وسهلا أهلا ومرحبا من وين جاي حضرتك؟ من صلاح الدين محافظ صلاح الدين سيارتك الشخصية ولا ويا القروبات السياحية؟ لا مو ويا القروبات السياحية يعني جينا عن طريقة سياراتكم الشخصية ها أوكي جايين عوائل لو شباب لو شلون؟ لا لا شباب وشون شفتوا الإقامة هنا؟ يعني إذا مثلا بالفندق شون تكلفت الفندق؟ والله الإقامة هنا يعني كلش كلش راقية ويعني فنادق كلها درجة أولى وخدمات ممتازة يعني ماكو أي أي عوائق يعني ماكو أي أي سلبيات أي عوائق بالطريق؟ خدمات موجودة على الطريق؟ مرافق صحية احتياجات غيرها؟ أي سلبيات ماكو خدمات كلها موجودة وطريق جيد جدا مرحبا أهنروي السهلين من وين جاي؟ من كربلاء شون شفتوا الطريق؟ يعني خصوصا السادة تجون على طريق كوية مو مباشرة من كركو لا زين الحمد الله طريق ومناظر ما شاء الله حلوك وأمان كل الشراقي وشون شفتوا الخدمات بالطريق موجودة؟ بل موجودة الخدمات هوا يعني يعني طبوين السيطرات ما تأخرنا بيها طبوين يعني ما شاء الله كل الزين وهي الأسعار تشوفوها ملائمة لكم لو تشوفوها غالية لو شلون؟ لا بالعكس كل الزينة أصلا يعني شخص ميتاليف يعني روح مفردها ما يصرف ميتاليف يصرف أكثر مرحبا أهلا وسهلا ألو عيني من وين جاين خالة؟ احنا من كربلا لأن أكد قروبات السياحية مو صحي؟ هو قروب سياحي شوفون القروب السياحي أسهل وأرخص لكم؟ طبعا أكيد أسهل وأحلها لأن مجموعة حلوة من جاين عوائل؟ كلنا عوائل المنشأة كلها عوائل يعني لو ما القروبات السياحية أسهل وأرخص يمكن ما يتجون صحيح؟ هي صار مكلفة أي أكثر صار مكلفة يعني هي شيء أفضل ونشوف مناطقهم أفضل يعني الناس تقوم توصل الناس شيء أكيد أحسن أكو ناس تجي تريد تشوف المناظر الطبيعية أكو لا يفضلون أجواء المدن والموالغات أنت من يا فئة؟ والله إحنا أول ما دخلنا أربيل يعني هي المناظر الطبيعية اللي بيها تخبل يعني فالشي مطبيعي بس بنفس الوقت إحنا أول شيء هم مثلا بالليل مثلا نفتر على الموالغات يعني طبعا العائلة دائما تحب الموالغات تتسوق؟ تتسوق أكيد أكيد هذا الشيء إحنا اللي قدام محضرين أسماء الموالغات على ما نفتر عليها شون شفتوا الطريق؟ حلو حلو ما أخروكم بالسيطرات شون كانت؟ والله يعني هو كإجراء يعني عادي كإجراء يعني عادي وكتفتيش يعني والأمانات الطريق لا لا زين زين حلو يعني عجبتك الأجواء وناوية تجي مرة ثانية زورين للقليل؟ إن شاء الله لأن أربيل فتشية يعني كل شيء حلو طبعا خلال تصوير الحلقة التقينا بالعدد من أصحاب الفنادق والمطاعم في أربيل والمناطق السياحية التابعة لها وطالبوا الجهات المعنية بدعم السياحة من خلال تقديم تسهيلات للمجاميع السياحية ومحي صاحب فندق في أربيل أهلا وسهلا بيك طبعا إحنا بالبداية رح نسألكم على شغلكم شون شغلكم هسا؟ والله حاليا الشغل يعني شوية تحرك ممو في القبل لأنه كانت السياحة تقريبا مضروبة تسعين بالمئة من السياحة وإحنا تأثرنا بشكل كبير بالأحداث اللي صارت بالأقليم وإحنا نتأمل أنه ترجع السياحة نفس ما كانت بالسنوات الفائثة يعني يعني دخول المجامع السياحية محرك السوق يمكم؟ والله الدخول المجامع السياحية تقريبا لو ما يدخلون أحسن لأنه أسعار كلش قليلة دا تجينا إحنا بس مجرد دريد أن نحرك السوق يعني مجرد أنه دريد أنه تصير حركة بالأقليم حتى الناس تجي وتشوف أنه الأقليم وما بأي مشكلة وما بأي مشاكل وإحنا نتأمل أنه ترجع للقروبات نفس ما كانت قبل المجامع السياحية قبل كنا نستفاد منها أكثر هس حاليا إنهم بدون استفادة يعني أنا فعلا تحدثت مع السياح قالوا مبالغ اللي داي تفعوها بسيطة جدا يعني داي صرفوا لكم هذا الشي؟ والله هو مد يصرف أن المبالغ داي نستلمها من المجامع اللي تجينا المجامع السياحية مدى تسد إجور الفندق وإجور العمال لهذا السبب إحنا مفطرين أنه نستقبل المجامع بس حتى بأسعار قليلة طيب ما سبوا لكم الدولة ما سوت لكم مثلا عفاء من الضرائب هذه الفترة أو تخفيض في إجور الخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها؟ بالعكس الدولة زادت علينا بعد هاي الأحداث اللي صارت زادت علينا إجور الكهرباء وزادت علينا إجور الماء وزادت علينا ضرائب حتى أسماء الفنادق صاروا يأخذون عليها ضرائب فإحنا ده نعاني من الجهتين يعني من قلة الأسعار وده نعاني من الجهة المقابلة فإحنا نتأمل إنه بهاي السنة سنة 2018 تكون سنة خير على الجميع ونتأمل إنه يساعدون ويوقفون إيانا لأنه يعني إحنا مبرين من ناحية الكهرباء تعرفين أنت بالإقليم كهرباء قليلة كلش بدأ نصرف يعني حتى الغاز تجي فواتير كلش عالية فإحنا نتأمل إنه سنة 2018 يوقفون إيانا وترجع السياح نفس ما كانت قبل بالإقليم نتوقف الآن مشاهدين مع هذا الفاصل ثم نتابع فابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى هيئة السياحة في إقليم كردستان هي المسؤولة عن قطاع السياحة بجميع مفاصله التقينا برئيسها السيد مولوي جبار لمعرفة تفاصيل أكثر عن موضوع هذه الحلقة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم رحلات المجامع السياحية بين بغداد وإربيل حركت السياحة في إقليم كردستان في الفترة الأخيرة أتكم خطة معدة لزيادة هذه القروبات أو الرحلات أو استمرارها على الأقل بالتأكيد هذا النهج الذي تبعنا خلال السنوات الماضية مستمر لا يزال وفي طور التطوير المستمر مثل ما تعرفون حضراتكم أنه خلال السنة السابقة شهدنا وصول أعداد كبيرة من السواح من وسط وجنوب العراق إلى الأقليم لكن في الثلاثة العشور الأخيرة كان هناك تناقص في أعداد السواح القادمين ولكن أثناء زيارتنا إلى محافظة النجف إلى بغداد اتفقنا مع الشركات السياحية بداية هذه السنة على تطوير العمل المشترك ما بين المركز والأقليم بالجهود حثيثة من السيدة وزيرة البلديات والسياحة وكذلك جهود وزير الثقافة والسياحة والأثار في المركز والسيدة الرئيسة السياحة في المركز أكيد كان هناك تعاون مشترك والعمل من أجل تقارب ما بين الشركات ما بين المركز والأقليم وكان إلى تأثير قوي وشهدنا وصول أعداد غفيرة من السواح خلال الفترة السابقة إلى الأقليم وكذلك لازم أن أذكر نقطة أخرى أن الموصل يشهد حقيقة توافض كبير للسواح من مدينة الموصل إلى مدن الأقليم بعد تحسن الأوضاع في المدينة وتحريرها من داعش بالتأكيد كان إلى تأثير خلال هذه الفترة وشهدنا وصول أعداد كبيرة من الغروبات السياحية من الموصل ومن مدن أخرى وكذلك من جنوب العراق أيضا نشهد تطور كبير ولكن يعتمد حقيقة هذه الزيادة على فتح المطارات رح نتحدث في هذه النقطة بالتحديد ولكن التقينا بالعديد من أصحاب المرافق السياحي يأكدوا أن الشركات السياحية قادرة على جلب سياح ليس فقط من بغداد والمحافظات لكن أيضا من دول الجوار لكن محتاج إلى دعم حكومي طيب شنو هذا الدعم ولماذا لا يوفر لهم من قبلكم؟ الدعم الحكومي نحن دائما معه مع الشركات السياحية نحن في القطة الاستراتيجية للسياحة استراتيجية خاصة لدعم القطاع الخاص استراتيجية خاصة لدينا في هذا الجنب وخاصة الشركات السياحية العمل الذي نقوم بأن شركاتنا السياحية عن طريقنا أن يشاركون في المعارضة السياحية العالمية من أجل التعريف للأقليم وكذلك عمل العقود اللازمة من أجل جذب السواحي للأقليم كل التسهيلات الممكنة نقدمها للشركات السياحية طبعا المشاركة في المعارضة السياحية يكون على حساب الهيئة يعني مجرد الشركات تشارك في المكان المخصص لهيئة السياحة الأقليم وهذا نوع من الدعم يوفر عليهم كثير من الأموال من أجل حز هذا المواقع في المعارض السياحية الكبرى في العالمية خاصة معرض سفرس عربي في دبي وفي لندن وفي برلين ITB وهذه المعارض مهمة المشاركة فيها لكن لدينا تارجت هدف خاص أنه من إيران ومن تركيا النذب السواح وفي أيضا معها من دول الخليج تحركنا في قبل 2014 على هذه الدول كان النتائج جيدة حقيقة وصول عداد كبير من السواح من دول العربية ومن إيران ومن تركيا كان لدينا حقيقة خطة طموحة العام السابع من أجل تنفيذي في هذا السنة لكن خطة شابها الإرباك حقيقة نتيجة الظروف التي حدثت ما بين المركز والأقليم ونأمل أنه نجدد هذه الخطة كيف تتوقع أن يكون الموسم السياحي المقبل خصوصا فصل الربيع على الأبواب والله أنا أعتقد ما يكون مقبل هو مستمر أنا مثل ما ذكرت إليش أنه خلال الأسبوع استقبل عشرين ألف يدل على أنه يعادل ما نستقبله في الصيف حقيقة يعني الأعداد مستمرة وفي تزايد وأعتقد أنه ممكن أنه أنا أتحدث عن القروبات فقط هناك أعداد كبيرة من السواحي القادمين عن طريق سياراتهم الخاصة والعوائل التي تبقى في أقليم من أجل عطلة نهاية الأسبوع وبالتأكيد يكون تطور أكثر ونأمل أنه نستثمر أعياد نوروز بجذب أعداد سواحي أخرى من الدول الجوار وكذلك البوسم السياحي الصيفي أيضا حاليا عدد القروبات السياحية محدود لكن ينتظرون ثلاثة أو أربع ساعات في نقاط التفتيش والسيطرات شلون راح يكون في المواسم؟ وحضرت أدد قول راح تكون نشطة نحن العام السابق عالجنا هذا المشكلة ما كان هناك أي انتظارة لكن هناك مشكلة انقطع الخط المباشر ما بين كاركوكو وإربيل حقيقة بسبب الظروف التي صارت حقيقة صار انقطع هذا الخط هذا الخط يكون خط بديل الخط البديل الناس الموجودين حقيقة الأجزاء الأمنية الموجودة هناك ما متوفرة بدرجة يعني مستلزمات الكمبيوترات وعدد المناسبة للتشيك والقضايا الأمنية ما متوفرة بهذا الحجم والأبنية أيضا ما متوفرة بهذا الحجم فنأمل خلال فترة مقبلة إن شاء الله يعني أكوني يرفتح الطريق الأساسي أو الطريق القديم أو أي مجال آخر يعني صراحة للناس زيش تكون خلال هذا الفترة يعني يعني أكيد أنا ذكرت اللحظات إنه المشكلة مشكلة الطريق البديل مو أكثر وإن شاء الله لما ترجع الطريق الرئيسي المباشر والله نأمل في خلال يعني الفترة المقبلة قليل مقبلة تعتمد على وضع الأمني والوضع يخص ما بين المركز والأقيم إن شاء الله طيب بدقدرون تحثون الشركات أن تجلب الغروبات السياحية من بغداد والمحافظات جوا عن طريق يعني بالاتفاق مع المطارات مع الخطوط الجوية العراقية أكيد هناك غروبات كبيرة تأتي عن طريق المطارات ونأمل إنه يكون هناك تخفيض أيضا يعني هذه العملية السياحة الداخلية يجب أن يكون عمل جميع تشارك في الخطوط الجوية العراقية وكذلك كل الأطراف المهمية يعني فاتحت أنتم الشركة؟ أحنا فاتحنا هيئة السياحة في بغداد في هذا الموضوع كان أكو حقيقة تخفيض قبل فترة لعمليات النقل ما بين الأقليم ومحافظات بوسط الجنوب وبغداد لكن خلال الفترة أعتقد السابقة رجع الأسعار إلى السابق عادي ظاهر يعني لهم هم عدم استراتيجية معينة أو خطط معينة تعتمد على العرض والطلب أو شيء آخر لا أعرف فأنا لا عندي معلومات تفاصيل على عملهم لكن نأمل من خلال قناتكم أنه يعني يكون هناك تخفيضات جيدة في هذا الجانب لأننا إذا خفضنا 30 دولار مثلاً مثلاً لكل مسافر قادم إلى الأقليم أو ذهب إلى النجف بدل ما هذا الساح يذهب إلى دولة أخرى أو يصرف آلاف دولار في دولة أخرى عن طريق خفض 30 دولار ممكن أن هذا الصرف يتم داخل عراق نفسه يعني يصرفه في النجف أو في بصرة من الساحة من الأقليم أو من المركز الذي يأتي إلى الأقليم يصرف كل الفلوس في داخل البلد يعني نحن نحن جزء الخطوط الجوية العراقية يعني تقول أنا أخسر 30 دولار على كل شخص بس الدولة بالعمود تستفيد ألف دولار من هذا الشخص وإن شاء الله لدينا زيارات إلى بغداد في الفترة المقبلة المشاركة في عدد من المعارض في شهر الثالث نأمل في خلال هذا الزيارة أن نجتمع مع المسؤولين في هذا الاتجاه نطرح هذا الأمور بحيث تخدم جانب السياحي في العراق طيب ما تقدر هيئة السياحة نفسها تأجر طائرات تنقل السياح نحن لا نريد أن نصير مدين للقطع الخاص إذا أجرنا سيارة بدل القطع الخاص وأجرنا طائرة بدل القطع الخاص وعملنا شركة سياحة بدل القطع الخاص فكيف ندعم القطع الخاص؟ يعني مشكلتنا نحاول أنه نعمل ما يعمله القطع الخاص فأنا أعتقد ندعمهم هذه مهمة القطع الخاص السيد مولوي جبار رئيس هيئة السياحة في قليم كردستان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم بهذا نصل المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع تقبلوا تحياتي أنا أشواق حبيب وتحيات كادر العمل إلى اللقاء